السلام عليكم وإزايكم وأخباركم أتمنى تكونوا في أفضل صحة وأحسن حالة تعالوا مع بعض نبدأ فيديو النهاردة ونشوف كده السيدة لقدامنا بتحكاتها بحركاتها بمجموعة الأكلات والوصفات اللي بتبهرنا بيهم من يصدق إن المكارونة اللي شفناها من جوا دي ممكن تتحشي باللحمة المفرومة تعالوا مع بعض كده دلوقتي نعمل عصاج اللحمة المفرومة بالبصل والفلفل والطماطم وتجيبي قطع المكارونة بتاعتك وتبداية تحشيها زي ما شفنا ونعمل طبعا الشاورمة باللافة بتاعتها اللي بالفعل طعمها بيكون مميز جدا وتبداية طبعا تسقيها من فوق كده بصوص الطماطم بتاعك وكمان يعني شوية بنجيبنا البوزاريلا ودخل الفرن وتبهر ديوفك بحاجة مميزة جدا من طعم طبعا بس لو تشايت الشاورمة اللي بجد بتكون مبارئة ندخل دلوقتي على وصفة تانية البتنجان بتاعنا مع كمان اللحمة المفهومة او صابع الكفتة المدورة اللي انتو شايفينها دي تعالوا مع بعض كده هنا دلوقتي نبدأ ان احنا نجيب البتنجان بتاعنا ونحط عليه قطع اللحمة ونبدأ ان نقفله من وش كده زي ما انت شايفة بقطع من الطماطم التشيري مع الفلفل او كمان برضو الفلفل الحامي شوية ونبدأ كمان نديره الشكل زي ما شفته ندخل هنا كمان دلوقتي على وصفة تانية من انواع الحلويات اللذيذة نتمنى بالفعل ان هي اتعجبكم وهنستنى اكيد لايقاتكم الحلوة وحماسكم كده معايا واشتراككم لو اعجبتكم كل الفيديوهات المتنوعة لبالشكل ده وهستنى كمان رأيكم في ايه اكتر وصفة كيتمميزة النهاردة بالنسبة لكم نعمل مع بعض هنا كمان كده الكفتة النهاردة بصحابة تانية زي ما انتو شايفين بالشكل ده ونبدأ كمان نحمرها في الزيت يعني تشويحها كده بسيطة وتحطيها كمان في التواجم بتاعتك مع الفلفل الحامي ويلا بينا نعملها تسبيكة حلوة جدا التماطم بتاعتنا ونبدأ نسقيها كده ونتدخلها مع الجمن المتذرلة يلا بينا كمان نعمل صنف تاني مختلف جمن الفراخ بتاعتنا نقعناها طبعا في اللبن وكمان بقى يعني موية البصل مع التوابل بتاعتك وبعد كده بنجيبها نشوحها مع الماشروم مع الفلفل الالوان ونعمل كده زي الشوارن بالزبط مع طبعا الصوس الابيض مع المكارونا حاجة حلوة جدا الفطير الشهية اللي انتو شايفينها دي منجوة طبعا تحشيها باللحمة باللحوم بالفراخ مع طبعا بقى الصوسيز اي نوع انتو بتحبيه مع طبعا بقى الفلفل الطماطم بتاعتك يلا بينا نقدم اكلة وصفة لذيذة جدا تعالوا مع بعض هنا كمان كده نشوف الفطير التانية اللي قدامنا دي يعني في كده الحالات تقدر يتشكلي زي ما انتو عايزة وتعملي الاكلة حسب طبعا نوع الاكل اللي انتو بتحبيه اللحوم الفراخ زي ما انتو حابة تقدر يتشكلي ندخل دلوقتي كده على الزبط هنا مع كمان شوية من القشطة او الكريمة لو موجودة عندك وتبدأت كمان تنزلي دي تدريجي ويلا بينا نعمل مع بعض كده فطير لذيذة جدا مع الخضر طبعا لو انتو حابة زويدي قيمتها لغذائية وزي ما انتو شايفاه كده هتطلع معاكي بالشكلة حاجة هشة وطرية والطعم كمان حكاية وحاجة مغزية جدا تعالوا مع بعض هنا كمان كده نشوف دلوقتي السمك اللي قدامنا ده جبنا السمك الفري وبدأنا بالفعل ان احنا نشوه لأول تشويحها الصغيرة مع البصل وبعد كده طبعا والجزر والبسلة وكمان شوية من الكريمة وشرايح اللمون ونبدأ ننزل كل ده مع طبعا بقى كده اي نوع خضار انتو بتفضلي ويندخلوا الفرن ويخرج معانا السمك لذيذ ومستوي جدا ندخل هنا كمان كده برضو على وصفة تانية جميلة واللذيذة العيش طبعا اللي انتو شايفينه قدامنا ده الدقيق والخميرة ومحسن الخبز وكمان شوية من اللبن على شوية من الميا ونبدأ كمان كده نجيب بقى العيش بتاعنا ويلا بينا نقررسه زي ما انتو شايفين بالشكل ده اول حاجة الكوار بتاعتنا ومجرد ما بالفعل بيختمر معانا نسيبه كمان يرتاح شوية وطبعا كل ما بيرتاح اكتر كل ما بيطلع معاكي لذيذ وهش اكتر شايفين طبعا كده مجرد ما بتحطيه على الصق بتاعك ويبداي كمان يدهني بالزبدة بيطلع معاكي حاجة خرافية جدا تعالوا مع بعض نبص هنا كمان كده على كور الدجاج او اللحوم اللي قدامنا باللحمة الحمرة باللحمة بتاعت الفراخ تقدري كمان تشواحي كور الكفتة اللي انت شايفها وبعد كايت تعمل لها سوس بقى الكريمة ونبدأ ننزلها فيها زي ما انت شايفها معا شوية من الخضرة والطعم بيكون حكاية مع الوايد سوس بقى بتاعت المقارونة تقدميها وندخل دلوقتي على وصفة تانية نشوح طبعا الفراخ زي ما انت شايفها مع الماشروم والفلفل الالوان والتماطم بتاعتك ويلا بينا نقلب كل ده لحد ما نوصل كمان للقوام بتاع المقارونة اللي جنبها ده وتقدميها زي ما انت حاب طبعا تشكيلة تانية هنا كمان من الاكلات والوصفات اللي كلها بالفعل هتكون مبداعب تعالوا مع بعض ندخل كمان على الوصفة اللي قدامنا دي ويطرد عبارة عن ايه طبعا الاكل التركية والروسية المعروفة والمشورة جدا اللي هما هناك معظمهم بيحبوا يقدموها بس كل واحد بيقدمها بطريقته تقدميها طبعا من وسط الصلصة على البخار زي ما انت حاب وهنا برضو تشكيلة تانية من المعجنات اللي كلها بالفعل مبهرة قوي العيش اللي قدامنا ده طبعا محشي بالجوة بالجبنة المنزرية اللي بتاعتك نفس فكرة العيش العادية جدا شوية من الزبدة شوية من اللبن على كمان ممكن كباية من الزبادي على كمان طبعا ادي بتاعك ومحسن الخبز والخميرة والدخال الفرن وتبدأي كمان تحشي الفطاير بتاعتك زي ما انت شايفة بالجبنة وتحشيها طبعا من برا كده او ترش عليها السمسم طبعا دي كمان كده طريقة تانية للبتنجان طريقة سريعة اقتصادية عملية جدا تحشيه طبعا باللحوم او يكون سايدة مع شوية الطماطم او الصلصة بتاعتك يعني في كلا الحالات اللي بتنجان من الاكلات والوصفات اللذيذة اللي ما نقدرش نستغنى عنها ابدا وبتطلع معاك النتيجة حاجة خرافية وباو جدا ندخل دلوقتي على اكلة تانية ووصفة تانية قد ايه هتكون حلوة بتجيب اول حاجة طبعا بقى كده ورق الزب ده بتاعك وبتبدأي تفتحيه بالشكل ده ونجيب طبعا كده قطع الدجاج ونقطعها بالشكل ده ويتتبليها طبعا مع شوية الخضار بتوعك من تحت وطبعا بقى صدور الدجاج دي بتنزل الصوص اللذيذ بتاعها على اقتشكية الخضار اللي موجودة وبتسقيها طبعا بالصوص الجروسي اللي بيكون نازل من الفراخ وقد ايه الطعم هيكون حكاية وهيبهرنا كلنا تعالوا مع بعض هنا كمان كده دلوقتي نقدم يعني وصفة تانية من الدجاج قبلنا طبعا نشورمت الدجاج العادية او التبية بتاعتها العادية ونبدأ كمان نشوحها دلوقتي زي ما انتو شايفين ونجيب كمان البطاطس المتحمرة وننزل عليها كمان بالويت سوس مع كمان طبعا كده بقى القطع الدجاج مع سوس الطماطم اللي انتو شايفينه ونبدأ كمان نشوف حاجة حلوة بيه يلا بينا هنا كمان كده دلوقتي نعمل يعني الكريمة اللي انتو شايفينها ونشوح كمان كده مع بعض الكنافة حد ما تحصل على لون الدهب اللي انتو شايفينه مع شوية المكسرات ونعمل طبقات بقى كده من الكريمة على طبقات من الكنافة حاجة مفيش بعد كده لنا كمان نشوف كده برضو وصفات الكفتة اللي انتو شايفينها دي مع شوية من الخضرة اول حاجة طبعا اللحبة المتعصجة بتاعتنا ونبدأ كمان نتأكد ان هي من جوا بتكون بالفراغات دي عشان تكون مستوية بكل الاتجار وتشوحيها طبعا زي ما شوفنا وتقدميها مع تشكيلة حلوة من الخضرات اللي كلها بالفعل بتكون متشوحها ولذيذة جدا وصفة تانية دلوقتي وهنجيب المشروع بتاعنا ونبدأ نشوحه مع شوية التوابل والبصل بتاعنا وننزل عليهم دلوقتي بالخضرة فيه ناس كتيرا كده ممكن تحب الموزاق ده مع شوية كده طبعا من صوس الزبادي او كمان طبعا بقى اي صوس انت بتفضلي تعالوا هنا كمان مع بعض كده دلوقتي نعمل الفطير صغيرة جدا اللي ممكن تكون محشايا من جوا باللحمة المفروعة وطبعا دي من الاكلات التركية والروسية المشهورة جدا ندخل هنا كمان برضو كده على وصفة تانية شوية من ديفس الرمان والبابريكا وتنزل عليهم هنا كمان دلوقتي كده زي ما انت شايفة على الكوسة بتاعتك وتدخليها مع شوية بقسمات صغيرين وتبداي كمان كده تدخليها الفرن وتلحق دي طبعا ما تتحمر معاك قد ايه بتكون حلوة قوي نشوف هنا كمان برضو كده الصنية اللي قدامنا دي الفرنخ بتاعتنا جقوحناها وبعد كده البطاطس وبعد كده هنا كمان السبانخ بتاعتنا وننزل عليها بالكريمة زي ما انتوا شايفين ونحطها كمان في الطاجم بتاعنا ونبدأ كمان نحط عليها الجبنة المزرلة ونشوف قد ايه الطعم بتاعها هيكون حكاية ولذيذ جدا تعالوا مع بعض كمان دلوقتي نشوح اللحمة بتاعتنا ونحط عليها شوية التوابل بتاعنا ونبدأ هنا كمان نشوف شكلها مجرم تستوي جبنا العيش بتاعنا وبدأنا كمان ناخد كده النصوص ده وناخد طبعا اللحمة بتاعتنا وعليها كمان اي نوع خضار انت بتصدري اظن العيش ده احنا هرنالكو الفترة اللي فاتت وشفته معينا بطريقة التكوين بتاعته قد ايه بيكون هاش ولذيذ جدا ويا سلام كمان لو انتي عملت مكونات وكلها في البيت اسددت طبعية وكل حاجة طبعية من الالف للياء مع شوية اللبن بيطلع معاك العيش او الخبز اللي بين لبن ده طعمه بيكون حكاية ندخل كمان دلوقتي هنا مع بعض على وصفة تانية البيت مع الكريمة مع شوية كمان من اللبن ونبدأ نقلب كل ده كويس جدا ونسقي هنا كمان كده برضو الجلاش بتاعنا بالخلطة دي مع شوية من الجبنة وطبعا بقى اي نوع خضار انت بتفضليه ونبدأ نسقي كمان كده من بره زي ما انتو شايفين او نرش طبعا رشة السمسم مع حبة البره يعني لو جينا نركز هتلاقي معظم الاكلات والوصفات دي حاجات تقلدية وعادية لكن في النص كده بيكون فيها بعض الاضافات وإلا مسات اللي بتغيالك في الطعم وبتخلي بالفعل المزاق بتاعها مختلف وجميل جدا تعالوا هنا كمان دلوقتي ندخل على وصفة الدجاج دي شوية من الزبادي وحصرة اللمون وشوية كمان من الخلق والتوابل بتاعتنا والبهارات وننزل عليهم كمان في نفس الخلطة دي بشوية البطاطس وندخلها الفرن وتطلع معاكي احلى دمبيس فراخ ومشوية والطعم بتاعها بيكون لذيذ جدا هنا كمان برضو كان نشوح البصل مع الخضار بتاعنا ونبدأ نجيب كمان قطعة اللحمة لقدامنا الكبيرة دي ما شاء الله ونبدأ نحط جواه الخضار ونشوح كل ده ونبدأ كمان ننزلها هنا في الطاجن بتاعنا ونسق كل ده زي ما انتوا شايفين وأظن طبعا الطعم هيكون جوسي وحكاية جمدة جدا نبدأ كمان مع بعض دلوقتي نجيب المحش بتاعنا بس المورادي بالطريقة بقى التركي اللذي ذوي شوية الخضرة مع الرز واللحمة بيكون كمية بتاعتها اكتر من الرز مع شوية طبعا بقى التوابل والحاجات العادية بتاعتها المحشي ونبدأ نحشي كمان دلوقتي الفلفل مع كمان الفلفل الاحمر زي ما انتوا شايفين وأظن من جوا يعني بين قوي ان الطعم اكيد هيكون حكاية جمدة جدا عمتا كده برضو يشوف الوصفة اللي قدامنا دي اللحمة مع كمان شوية من البقصمات ونبدأ نعمل المورادي الكفتة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده وانشواحها كويس جدا في الزيد زي ما انتوا شايفين ومجرد طبعا ما تاخد اللون ده يعني خلاص يعتبر كده دلوقتي معانا ميت فل وعشرة لو جينا نبص كمان برضو كده على انواع الكفتة اللي انت ممكن تعمليها أو اللحوم سواء تدخل معاك في طارت أو تتخليها زي ما شوفنا طبعا في حاجات كتيرة جدا المهم اللحمة بتفضل بالفعل من ملكة الأكلات اللي يعني مهما عد عليها الوقت هيا بالفعل اللي ناسك والله دايما بتكون متطفقة عليها بشتة أنواع اللحوم المفرومة نشوف هنا كمان برضو كده نوع من الحلويات اللذيذ جدا وعامة اتمنى من كل قلبي اكيد ان فيديو النهاردة يكون عجبكم وله اعجبكم الفيديو هستنى اكيد طبع اللايقاتكم الحلوة واشتراكاتكم اللي دايما اتمنى تكون عند حصن ظنكم ونشوفكم ان شاء الله على خير بكرة فيديو جديد ومع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا